الآن سوف أتحدث عن مفهوم أشد في الواقع أشد هو عبارة عن قوة إما أن تكون أو لا تكون موجودة وتضاف إما بالحبل أو السلك إنها عادة ترفع شيء ما أو تسحب شيء ما إذن دعني أقول بأن لدي وزن لنقول أن لدي وزن هنا ولنقول أن مقداره مئة نيوتن وقد علق من هنا بواسطة حبل ولنقول أنه علق على السقف هناك ونحن تقريبا نعلم مقدار تلك القوة إذا كنا على هذا الكوكب حيث أن الوزن للأسفل بفعل الجاذبية الأرضية وبالتالي نحن نعلم أن هناك قوة للأسفل على هذا الوزن والتي هي قوات الجاذبية والتي تساوي مئة نيوتن ولكننا نعلم أن هذا الوزن لا يتسارع وإنه لا يملك سرعة لكن الشيء المهم أنه لا يتسارع ولكنه يعطينا معلومة أن القوة المحصلة عليه تساوي صفر حسب قوانين نيوتن إذن ما هي القوة المعاكسة؟ أنت لا تعلم عن قوة الشد جيد لنقول أن الخيط الخيط يمنع الوزن من السكوت إذن القوة من الخيط أو هذا السلك المؤثر على هذا الوزن نستطيع إظهاره كأنه قوة شد وطريقة أخرى لتفكير عن هذه القوة من داخل السلك من داخل السلك تساوي مئة نيوتن وتلك سوف تكون بالضبط مقابلة لقوة الإجاذبية على هذا الوزن حيث هذا يجعل هذه النقطة لليمين هنا ساكنة وتمنعها من التسارع إنها واضحة بشكل جيد الشد إنها قوة من الخيط أو الحبل وأنت بالواقع تستطيع تصورها على الغيتار وكلما كان السحب على أجزائه عاليا ما الذي يحدث؟ إن الخيوط ثخينة تعطي صوت عال وزيادة السحب عليه زيادة في الشد في الواقع هذه ملاحظة واضحة إذا أنت تتعامل مع الشد كثيرا أعتقد فعلا عندما تبتع أسلاك أو خيوط فإنها سوف تعطيك شدا من خلال السلك أو القيط وتزودك به وهذا مهم أو رجوحة أو أي شيء آخر إذن أشهد هو شيء مهم ليكون واضحا لك وقد أعطيتك مثالا واضحا بسيطا دعني الآن أعطيك مثالا أكثر تعقيدا إذن دعني أخذ نفس الوزن بدلا من استخدام الساقف دعني أضيف خيطين أو أكثر دعني أضيف خيط أخضر خيط أخضر إذن خيط أخضر هنا وقد ثبتناه في الأعلى هنا ذلك هو الساقف حيث تشاهد هذا هو الحائط ولنقول أن هناك خيط آخر لليمين هنا مثبت بالحائط سؤالي لك هو ما هو الشد فكلة هذين فكلة هذين الخيطين دعني أسمي هذا بي تي واحد تي واحد وهذا بي تي اثنان تي اثنان جيد مثل المسألة الأولى هذه النقطة لليمين فوق هذه النقطة الحمراء إنها نقطة ساكنة إنها لا تتسارع يمينا أو يسارا وإنها لا تتسارع باتجاه الأعلى وإنها لا تتسارع بأي اتجاه حيث أننا نعلم أن القوة المحصلة هنا تساوي صفرا سؤالي الثاني لك هو ماذا ماذا ستكون الإزاحة لأننا فعليا نعلم عند هذه النقطة لليمين هنا يوجد قوة قوة اتجاهها للأسفل والتي هي قوة الجاذبية الأرضية وتساوي وزن هذا الشيء وبهدف التبسيط سوف نفترض أنه لا يوجد وزن للسلك إذن نحن نعلم عند هذه النقطة سيكون هناك قوة إذن هناك قوة للجاذبية الأرضية الوزن الكلي لهذا الجسم هو السلك يتم سحبها باتجاه الأسفل إذن ماذا ستكون القوة في اتجاه الأعلى هنا إذن دعنا ننظر لكلاء السلكين إذن السلك الثاني هنا T2 السلك الثاني هو الذي اتجاهه لليسار حيث لا يوجد له مركبة عمودية إذن كل هذا بضبط يسحب لليسار إذن جميع القوة التي ترفع ترفع للأعلى هي قوة ناتجة عن السلك الأول عن هذا السلك T1 إذن نحن نعلم أن هذه هي المركبة العمودية للسلك واحد حيث إذا قلنا أن هذا متجه هنا لنقوم بتعريفه بلون مختلف وأنا أعرف عندما أرسم هذه المخططات لا أريد إرباككم إذن دعني دعني أنتقل إلى الخط 2 أنا لدي هذا خط ثخين إذن هذا المتجه هنا هو T1 T1 وأريد أن أجد ماذا يعني هذا ويجد متجه آخر والذي هو يمثل المركبة العمودية وأنا أرسمه ليبدو مثل مثل هذا ليبدو مثل هذا هذه المركبة العمودية المركبة الصادية ونحن نسمي هذا بتي واحد واي وبالطبع هناك مركبة سينية عندما أقوم بذلك دعنا نرى سوف أفعل ذلك باللون الأحمر مرة أخرى سوف أحلل القوى إلى مركباتها مركبات المتجه إلى مركبة عمودية ومركبة سينية وهذه مسألة نسب مثلثية صحيح إذن يوجد لدينا يوجد لدينا ويمكنك في الواقع أن ترى في العين المجردة هذه الت وهذه ت واحد واي وهذه هي ت واحد اكس لقد نسيت أن أعطيك خصيصة مهمة والتي تحتاجها قبل أن تبدأ بالحل وهي النزاوية التي يشكلها السلك الأول مع الصقف تساوي ثلاثون درجة تساوي ثلاثون درجة إذن هذه ثلاثون درجة ونحن نعلم نحن نعلم إن هذا الخط الموازي وهذا يشكل ثلاثون درجة وإذا كانت هذه ثلاثون درجة فإن هذه أيضا سوف تكون ثلاثون درجة إذن هذه الزاوية الموجودة هنا تكون ثلاثون درجة وهذا من أن تتعلم عن الخطوط الموازية وزوايا الداخلية ويمكنك فعلها بطريقة أخرى يمكنك القول إذا كان لديك هذه الزاوية ثلاثون درجة فإن هذه الزاوية ستونة أيضا هذه الزاوية لليمين تساوي ثلاثون درجة لكن هذه بضبط مراجعة للنسب المثلثية على أي حال نحن نعرف أن مقدار هذه الزاوية ثلاثون درجة وهي المركبة العمودية وهي تساوي المجاور على المقابل دعني أكتب ذلك على القيم المثلثية سوى كتوى لقد قمت بها باللون الأحمر إذن ما أضلع المجاور وضع المقابل حيث أن المقابل فوق المجاور إذن من ذلك يمكن إيجاد جيب الثلاثون إذن جيب الثلاثون سيساوي T1Y المركبة العمودية للشد واحد مقسوم على الشد في الخيط مقسوم على T1 في هذا الاتجاه إذن إذا قمنا بالحل لT1Y فإننا سوف نحصل على T1 جيب الثلاثون جيب الثلاثون الدرجة هذا سيساوي T1Y وماذا نقول قبل أن نبدأ في استعمال الحسابات إذن لقد قلنا بأن الرفع عند تلك النقطة يتم يتم من خلال المركبة العمودية من T1 وT2 لا يتأثر بأي عملية تسحب للأعلى وللأسفل إنها تسحب لليسار إذن المركبة الكلية التي تجعل الجسم للأعلى ويمنعها من السقوط للأسفل هي المركبة الصادية لمتجه شدة هذا إذن هي تساوي قوة الجاذبية الأرضية والتي تسحب للأسفل والتي تساوي أو هذه النقطة إنها تساوي هذه أو هذه النقطة إنها هناك 100 نيوتن وأنا أريد حقا أن يكون هدفنا هذه النقطة لأنها قد تكون مربكة قليلا لقد قلنا بأن هذه النقطة ساكنة إنها لا تتحرك للأسفل إنها لا تتسارع للأعلى أو الأسفل ونحن نعلم أن هناك قوة للأسفل مقدارها 100 نيوتن إذن يجب أن يكون هناك قوة اتجاهها للأعلى مزودة من هذين السلكين هذا السلك لا يزودنا بقوة للأعلى إذن القوة للأعلى يجب أن تكون من المركبة الصادية من هذا المتجه من السلك الأول بإعطائك هذا يمكن حساب مقدار الشد أشهد في السلك الأول لأنه لدينا تي واحد درب جايب زاوية 30 وأنت تعلم مقدار جايب 30 درجة لأنه مخزن في ذاكرتك جايب 30 درجة تساوي نصف إذن تي واحد ضرب نصف هذا سيساوي 100 نيوتن 100 نيوتن وبقسمة الطرفين على نصف سوف نحصل على تي واحد تساوي 200 نيوتن إذن تي واحد تساوي 200 نيوتن الآن سوف نجد الشد في السلك الثاني وأيضا أنه من الواضح هنا أن هذه النقطة لا تتحرك يميناً أو يساراً إنها ساكنة إذن أنت تعلم مهما كان الشد في هذا السلك يجب أن تقابلها قوة شد أو قوة أخرى أو قوة أخرى في الاتجاه المعاكس والقوة في الاتجاه المعاكس هي المركبة السينية الناتجة من الشد من السلك الأول إذن إنها هذه صحيح إذن تي واحد تي اثنان تساوي المركبة السينية للسلك الأول وشد الناتج من السلك الأول وما هي المركبة السينية إذن إنها سوف تكون الشد في السلك الأول وهي 200 نيوتن ضرب جيب تمام الزاوية 30 درجة إنها المجاور للوتر وإنها تساوي الجذر التربيعي لثلاثة مقسوم على اثنان إذن 200 ضرب الجذر التربيعي لثلاث على اثنان وهذا يساوي 100 ضرب الجذر التربيعي لثلاث إذن الشد في هذا السلك يساوي 100 ضرب الجذر التربيعي لثلاث والتي هي بالكامل موازنة لليسار والمركبة السينية لهذا السلك تساوي 100 ضرب الجذر التربيعي لثلاث باتجاه اليمين أتمنى أن أكون قد وضحت ذلك نراكم في الفيديو تالي إلى اللقاء